مرحبا بك دانا أمراني لافتاني للانتباه الأمر الأول هو ما قرأناه تواً أنا والدكتورة مونة فيما يتعلق بإطلاق يد القوات بلا قيود ولا حدود في غزة والأمر الثاني يتعلق بالغضب الشعبي بين قوسين لفشل الحكومة الإسرائيلية في إطلاق سراح المحتجزين في غزة ابدأي بالأمر الأول أرجوكي نعم بعد التحية أصل المشكلة في الأساس هي المحافظة على هذا المقاعد أو على هذه المقاعد التي يترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كون رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم كان هناك بيان ومؤتمر صحفي سواء لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أو لوزير دفاعه يؤف جلان الذي أعلن فيه الإثنين حديثهما عن أن هناك سيكون استرجاع للمحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية في طريقتين إما في القتال والمهاجمة أو في الجهود الدبنماسية ولكن الهدف الرئيسي هو تحرير المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية وبأن أعمال التوغل البرية ستتخذ مساحة أوسع جغرافيا في التوسع سواء في شمال القطاع في شرق أو حتى وصولا في قلب العاصمة في قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا يتحدث نتنياهو عن الإنجازات التي كسبها فيه خلال هذه المعركة أو في الأيام الأخيرة من التوغل البرى العسكري وكل هذه التوغلات البرية هدفها جمع معلومات استخباراتية للوصول إلى طرف الخيط في ملف المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية أو للوصول إلى الأنفاق ومهاجمة هذه الأنفاق التي لطالما شكلت هاجسا أمام وضد هذه الحكومة الإسرائيلية نتحدث أن بنيمين نتنياهو كان قد قال وأهم ما قاله في هذا المؤتمر أنه لا وقف لإطلاق النار دون رجوع المحتجزين لدى فصال المقاومة الفلسطينية وهذا ما أكد وزير دفاعه يو أفغلان في قوله بأن العملية البرية ستتخذ منحا آخر وبأن هناك إنجازات تسجل في صفوف الجيش الإسرائيلي وبأن هناك إنجازات ستتمثل في تحقيق الانتصار لإسرائيل متمثلة في القضاء على يحيى السنوار وعلى العديد من القادة في حركة حماس للإنهاء والإجهاز على الإرهاب وللقضاء على جيوب المقاومة سواء في الحدود الجنوبية أو في الحدود الشمالية والحديث عن استعادة المحتجزين لدفع المقاومة الفلسطينية وأن يكون هناك قدرة للجيش الإسرائيلي في الدخول برا متى تشاء وكيف ما تشاء لتنفيذ عمليات مركزة الأهداف محددة وقوية على التعبيره هذا ما بعد الحرب ولذلك رجح بأن تكون هذه الحرب هي حرب طويلة ليست بيئة قصيرة ولربما هذا كله ما دفع إلى تغيير الخطاب والسردية الإسرائيلية ما يحدث في الشارع الإسرائيلي وهذه التظاهرات التي ذكرتها هو الأمر الثاني الهام الآن والذي يحرك ويغير هذه المعادلة نتحدث أن اليوم كان هناك تظاهرة لآلاف من المتظاهرين الأسرائيليين إذا ما تحدثنا عن عدد المحتجزين لدفع المقاومة نتحدث عن حوالي 248 محتجز إذن هذه الأعداد أو بقية هذه الأعداد هي لإسرائيليين آخرين سواء من اليسار أو من المعارضة حتى الذين خرجوا في ثمانة مواقع رئيسية ومركزية في القدس، في تل أبيب، في حيفا، في قيصاريا، في بئر السبع والعديد من المناطق طالبوا أولاً في ضرورة إعادة المحتجزين لدفع المقاومة الفلسطينية ومن ثم والأهم في هذه الحركة السياسية الإسرائيلية طالبوا نتنياهو بضرورة الاستقالة وبأنه غير قادر على قيادة إسرائيل ولا على حماية وحفظ أمن وسلامة المحتجزين لدفع المقاومة الفلسطينية في البداية ذكرنا بأن كل هذه الحرب في الأساس قائمة على أزمة عدم الثقة وعلى هذه الأزمات المتواصلة والصداعات الداخلية الإسرائيلية أصلاً منذ إقالة يؤاف جالانت من منصب كوزير دفاع في تظاهرات إصلاح النظام القضائي لذلك يحاول نتنياهو كسب مزيد من الأصوات في هذا الشارع الإسرائيلي للحفاظ على منصبه وللحفاظ على مكانته والتحليلات الإسرائيلية أو حتى المحللون الإسرائيليون يقولون بأن نتنياهو صعد إلى الشجرة ولم يستطع النزول منها فيحاول تحقيق أقل الأضرار لمنصبه السياسي أولاً ومن ثم مصلحة المحتجزين لدى فصائل المقاومة السياسية كثيرون في هذا العالم يدانا ينتظرون سقوطه من على الشجرة أشكرك شكراً جزيلاً دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة